بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فصل ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قصوة القلب والبعد عن الله وقال خلقت النار لإذابة القلوب القاسية وقال أبعد القلوب من الله القلب القاسي إذا قسى القلب قحطت العين وقال قصوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة الأكل والنوم والكلام والمخالطة كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ وقال من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته وقال القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها وقال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة وقال ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتح لها كان من أهلها بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى وأما من قتل قلبه فأحيى الهوى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه وقال خراب القلب من الأمن والغفلة وعمارته من الخشية والذكر وقال إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا وقال إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد وقال الشوك إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق وقال لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة وقال إذا أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته وقال القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاءه بالذكر ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى ويجوع ويضمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة وقال إياك والغفلة عن من جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه الحمد لله رب العالمين وصليه وسلم أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قدم الوألف رحمه الله جملة من الجمل حول قسوة القلب وخطورة ذلك وأن القسوة في القلوب من أعظم ما تثلف به ويعاقب الله تعالى به العبد قسوة القلب هي يبسه وفساده وزوال معاني الصلاح والرحمة والطيب فيه فالقلب القاسي قلب يبس وجف فيه الخير حتى أشرف على الهلاك أو هلك وقد ذم الله تعالى أصحاب القلوب القاسية فقال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وجعل قسوة القلب من ثمار الغفلة والمعصية قال الله تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة فيما قصه عن بني إسرائيل سبحانه بحمده وقد توعد أصحاب القلوب القاسية بالقول بالويل توعد أصحاب القلوب القاسية بالويل فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله والويل كلمة عذاب وعقاب والوالف رحمه الله ذكر أن القسوة تأتي من الإسراف في المأكل أو في المشرب أو في الكلامة والخلطة وهذا من أسبابها وذلك أن الإسراف في المأكل والمشرب والكلام والخلطة عرضة للوقوع في الغفلة واتباع الشهوة والغفلة واتباع الشهوة من الأبواب التي يدخل بها الشيطان على الإنسان فإن الشيطان ينال من الإنسان في حال شهوته وفي حال غفلته شيئاً كثيراً من الفساد الذي يفسد عليه قلبه ويفسد عليه عمله ولهذا السالم من سلم من هذا وأصلح قلبه بإحيائه وتذكيره وبتجنب الشهوات ما استطاع بكثرة التوبة والاستغفار مما يقع من ذلك ولا بد ولهذا كان الأمر بالتوبة لإحياء القلوب وتذكيرها ومحو الخطايا والسيئات وإزالتها وقال رحمه الله من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلاً على الله وثقةً بتدبيره له وحسن اختياره له فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له باستراحة من الهموم والغموم والأحزان ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب فأفضل قلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن وقال المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله ومن شغل بنفسه شغل عن غيره ومن شغل بربه شغل عن نفسه والإخلاص هو ما لا يعلمه ملك وهذه مراتب في سلامة الإنسان من الآفات فعلى ذلك أن يشتغل بربه عن نفسه أي أن يكون مقصوده وهمه وكل سعيه في رضا الله عز وجل هذا معنى قوله ومن شغل بربه شغل عن نفسه أي شغل عن ما يكون سببا لضررها أو ملاحظة مصالحها ومقاصدها وهوائها فلا تجده إلا حيث يرضى الله جل في علا وأدنى منه منزلة من اشتغل بنفسه في إصلاحها وإقامتها لتطييب معاشها ومعادها فهذا أكمل من ذاك وأسلم من ذاك الذي اشتغل بغيره نعم وقال الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله الإخلاص عرفه رحمه الله بمعنى يبين عظيم خفائه وأنه لا يدرك فلا يعلمه ملك فيكتبه قال هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده لأن المقاصد والنيات خفية لا يعلمها إلا الله جل في علاه فلا يطلع عليها ملك فيكتبها ولا يعلمها عدو فيشغب عليك فيها ولا يعجب به صاحبه فيبطله لأنه خفي عن الناس فليس ثمة ما يطلب به ما عند الناس من ذكر وحسن ثنى لأنه خفي فلا يعجب به إذ إنه لا يظهر بل هو خفي في القلب وهذا بيان عظيم شأن الإخلاص وأن ثوابه وأجره عند الله عز وجل بمنزل عليا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فيما يروح عن ربه في شأن الصوم لأنه عبادة السر لا يعلمها إلا الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به الصوم لي وأنا أجزي به لأنه لا يطلع عليه أحد ولذلك تكفل بالإثابة عليه ومجازات صاحبه لخفائه وعدم اطلع الناس عليه نعم وقال الرضا سكون القلب تحت مجار الأحكام والناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها الرضا سكون القلب تحت مجار الأحكام سكون القلب أي طمأنينته وعدم قلقه بما أجراه الله تعالى من قضاء وقدر وهذه مرتبة عالية دونها الصبر وهو عدم الجزع مع وجود الألم والكره أما الرضا فقد يكون معه ألم وكره لكن يغيب فيه القلق وعدم السكون فتجده مسلما للأمر لله جار على أن ما اختاره الله تعالى له خير مما اختاره لنفسه ولهذا قيل لو كشف لبني آدم ما خفي عليه من شأن القدر لم اختار إلا ما اختاره الله له والمقصود ببني آدم المؤمن فإن قضاء الله تعالى له خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي له لعبده المؤمن قضاء إلا كان له فيه خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا أكون ذلك إلا المؤمن نعم قال للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها ثلاثة سافلة وثلاثة عالية فالسافلة دنيا تتزين له ونفس تحدثه وعدو يوسوس له فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها والثلاثة العالية علم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده والقلوب جوالة في هذه المواطن وقال اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها وقال لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه أو يداهن غيره ويداهن نفسه أو يداهن غيره وقال إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جوادا بما عنده زاهدا فيما عند غيره محتملا لأذى غيره وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه هذه من المهمات التي يصلح بها حال الإنسان وعمله وأمره إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه أي مقرّا به والإقرار بالذنب يدعو إلى التوبة منه وإلى الندم عليه وإلى السعي في إصلاحه ممسكا عن ذنب غيره فلا يشتغل بذنب الآخرين ظاهرة أو مستترة فلا نظر له إلا فيما صدر منه لأنه الذي سيحاسب عليه وأما ما يكون من شأن غيره فإنه لا يمد بصره إليه لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى فليس عليه من ذنب غيره شيء كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم أي ألزموها بالإصلاح والاستقامة لا يضركم من ضل إذا اهتديتوا فهو لا يشتغل بشأن غيره إلا فيما ظهر من خطأ فهذا الحق فيه الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما توجبه الشريعة نعم أما الثاني ما ذكر رحمه الله جوادا بما عنده أي باذلا لما في قدرته وإمكانه من مال ومتاع ونفع وغير ذلك مما يجود به زاهدا فيما عند غيره فعينه لا تمتد إلى ما في يد غيره لأن مال لغيره ليس له فلا تجده ساعم في طلبه ولا مادن البصر إليه بل يعلم أن ذلك من قسمة الحكيم العليم جل في علاه وله فيما يقضي ويقسم ويحكم الحكمة البالغة قال محتملا لأذى غيره أي صابرا على أذى الخلق فيقابل أذىهم بالصبر والاحتساب فلا يسلم الإنسان من أذى غيره مهما كان فإنه لا بد له أن يؤذى قال وإن أراد به غير ذلك وإن أراد به شرا عكس ذلك فتجده ممسكا فتجده منكرا لذنبه مشتغلا بذنب غيره ممسكا لما في يده مادا عينه إلى غيره مؤذيا لغيره غير صابرا على أذىهم نعم قال الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة وتذكر لذنب تزداد بتذكريه توبة وخشية فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات يقول الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء يعني الهمة السامية الرافعة لا تزال تطلب ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة أي تعرفا على صفات الله عز وجل التي يزداد بها القلب محبة لله تعالى وقصدا له وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة أي النظر فيما نعم الله تعالى عليه وامتن من النعم الظاهرة والباطنة فإن ذلك يجب شكرا نعم ومقابلتها بالطاعة والذكر له جل في علا الثالث تذكر الذنب فإن أصحاب الهمم العالية لا ينفكون عن ذكر ما كان من خطاياهم وذنوبهم فازدادون بذلك تواضعا وذلا وخضوعا وتوبة وخشية فإذا تعلقت الهمة بالله عز وجل معرفة وبنعمه نظرا وبقصور النفس وخطياها فكرا كان ذلك من موجبات صلاحها وسموها وطيب معاشها ومعادها قال فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات يعني الوساوس المشوشة التي هي محل عمل الشيطان والخطرات التي توقع الإنسان في خطواته وتزل بها قدمه نعم وقال من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلت ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده يقصد بالسفر هنا السفر إلى الله عز وجل بقطع طريق الآخرة فقال إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة أي الطريق وسير الليل فلا يبعد عن الصراط الذي يسلكه والطريق الذي يسير فيه لمقصوده ويجد في سير الليل ما استطاع فإذا حاد المسافر على الطريق وخرج إلى بنياته وإلى جهاته الأخرى انقطع وإذا نام الليل كله لم يقطع طريقه فالسير في الليل تطوى به المسافات وتدرك به الغايات قال فمتى يصل إلى مقصوده لأنه لم يسلك الطريق الموصل بخروجه عنه أو لم يبذل الجهد في سيره في الطريق الذي يفضي به إلى السعادة نعم قال رحمه الله فائدة جليلة كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلابد أن يقول على الله غير الحق فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولسيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق فإذا كان العالم والحاكم يعني القاضي محبين للرئاسة يعني الشرف والعلو والجاه عند الناس نعم قال لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء وأشباههم قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات وقال تعالى فيهم أيضا فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعكلون فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثر الدنيا على الآخرة وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة وأتفكروا في الدنيا وزوالها وخصتها والآخرة وإقبالها ودوامها وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران فإن اتباع الهوى يعمي عين الحق فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات وهذه الآيات فيهم إلى قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من كشرها ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يكن تبعه فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى ورابعها أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد وهو أخص بفساد القصد والعمل